ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهنى العرم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آلي عقوب وجعله ربي رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيا لم نجعل له من قبل سميا قال ربي أن لا يكون لي غلام وكانت امرأتي عقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هي قال كذلك قال ربك هو علي هي وقد خلقتك من قبل ولم تك شي قال رب جعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا فخرج على قومه من البحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا الله أكبر يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنا يكون لي ظلام ولم يمسسني بشر ولم أكو بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هيل ولنجعله آية للناس ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني ميت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترهن من البشر أحدا فقولي فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلم أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جيت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوي وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما كنت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له هم فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ظلال مبين قال أما من ظلم فسوف نعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء للحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراهب أنت عن عالهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك وهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم ما تدعون من دون الله وأدعو ربي أساء لا أكون بدعاء ربي شقيا فلما اعتزلهم ما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا الله أكبر واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صديقا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذورية آدم ومن من حملنا مع نوح ومن ذورية إبراهيم وإسرائيل ومن من هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا الله أكبر الله أكبر فخلف من بعدهم خلف أضعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدهرون الجنة ولا يظلمون شيئا جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلقنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا رب السماوات والأرض وما بينهما قعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا الله أكبر ويقول الإنسان وإذا ما ميت لسوف أفرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك لنحشرنهم الشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم دفيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعك جندا ويزيد الله الذين اهتدوا هدا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال له تين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا واتخذوا من ذون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تأزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعذ لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشف الأرض وتخر الجبال هدا أن دعون الرحمن ولدا وما ينمغين الرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا إن الذين آمنوا وعملوا صالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يساؤناه بالسماوات